اشتركوا في القناة في رياضة القدرة حيث سيشارك سموه في البطولة التي تقام في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية تحت شعار ملتقى الفرسان تحت اشراف الاتحاد السعودي للفروسية في موسم فعاليات شتاء طنطورة لمسافة 120 كم هذا وقد تابع سموه الفحص البيطري الذي جرى في القرية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة وقد اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتنظيم الجيد للفحص البيطري وجهود اللجنة الفنية والحكام واعرب سموه عن عظيم شكره وامتنانه الى جلالة الملك المفدى على دعمه ورعايته المتواصلة مشيرا سموه الى ان متابعة جلالته حافزا كبيرا له ولكفة الفرسان المشاركين واكد سموه على جاهزيته التامة لخوض السباق مشيرا سموه الى ان الجميع سيسعى لتسجيل اسمه بقوة خصوصا ان السباق يحمل اسم قائد الامة الاسلامية وهو ما يعطي مؤشرا بان السباق سيكون مثيرا ومثاليا في ظل المشاركة الواسعة واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الى ان المشاركة من مختلف دول العالم في البطولة سيعطيها اثارة وندية في ظل الاسماء المميزة التي سبق لها تحقيق العديد من الانجازات في مختلف البطولات الخارجية مشيرا سموه الى ان الفريق الملكي يمتلك نخبة من الوجوه الجيدة التي تمتاز بامكانيات عالية وستكون قادرة على المنافسة من اجل تحقيق افضل النتائج وعكس الصورة المشرقة لرياضة القدرة البحرينية في البطولات الخارجية متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة افراد الفريق الملكي واشاد سموه بجهود الاتحاد السعودي للفروسية الذي بذل جهودا كبيرة تؤكد قدرته على تنظيم بطولات عالمية للقدرة متمنيا سموه للاتحاد السعودي للفروسية كل التوفيق والنجاح هذا وقد قام سموه بتدريب خفيف مع بعض فرسان دولة الامارات العربية المتحدة للاطلاع على ارضية المراحل والاطمئنان على سير خط السباق هذا وسيقام السباق لمسافة 120 كيلومتر